ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر الرئاسي رقم 9983 الذي أصدره ترامب والقاضي بمنع مواطني السودان الفائزين بقرعة البطاقة الخضراء من الحصول على تشير الدخول إلى الولايات المتحدة ووجه بايدن الخارجي الأمريكي بإعادة إصدار تشيرات وصل الخرطوم وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب في زيارة رسمية للبلاد ويلتقل وزير البريطاني برئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيسي الوزراء عبدالله حمدوك ووزير العدل نصر الدين عبدالباري وقال وزير خارجية البريطاني في تصريح صحفي مقتضب إن السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه قالت وزيرة المالية هبا محمد علي إن الشائعات والمضارمات التي تقوم بها بعض الشركات تسهمت في تذوذب سعر الصرف وارتفاع سعار الغمولات الأجنبية في السودان وأشارت إلى وصول مبلغ 200 مليون دولار كدفعة أولى لحسابات الحكومة وبالصورة مباشرة من جملة مبلغ 800 مليون دولار ستسهم في حدوث بعض الاستقرار وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي استراتيجي لإعفام تأخرات السودان للبنك الأفريقي للتنمية والتي تفوق 400 مليون دولار جاء ذلك لدى لقاء وزيرة المالية هبا محمد علي بروبيل دوروجو المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية بالسودان وأكد روبيل حرص البنك الأفريقي للتنمية على تسهيل إعفاديون السودان إضافة إلى توفير التنويل اللازم للمشاريع التنموية في السودان اتهمت دارة المحالج بالفاو وحلف الجديد أجانب من جنسيات سورية وتركية والصينية وسماسرة وتجار بتلاعب في أسعار القطن عبر عملية شرام شبوهة ووصفت ما يحدث في قطع القطن بالفوضى وقال مدير المحالج بالفاو الصديق خالد أن الذين يقومون بتلك العمال لا يستهلفون الأرباح بقدر ما أنهم يخططون لأهداف أخرى